اشتركوا في القناة فأنت ضابط الكل وتعمل لأجلي لذلك أسلم حياتي بين يديك تعمل فيها حسب مشيئتك الإلهية لأن تدبيرك فاق العقول بسم القاب والابن والروح القدس إله واحد أمين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تدبيرك فاق العقول كلنا ممكن نتعرض إلى تشكك في أنفسنا اللي بنسميه صغر النفس وده منتشر في العالم بنسبة ضخمة جدا معظم الناس عندهم صغر نفس بنسبة كبيرة أو صغيرة طيب وده علاجه إيه؟ نحن نخرج منه إزاي؟ تعالوا نشوف قصة بتاعتنا قصة حصلت في أحد الشركات الأجنبية معنا بنت حلوة بنت ربنا اسمها نور والمدير بتاعها ما بيعرفش عربي وهي بتعرف لغات بترجم له معظم اللي بيشتغلوا في الشركة أجانب ما يعرفوش عربي وفي عدد قليل بيعرف عربي أحد الأقسام مش القسمة بتاعها في أحد المديرين مصري ومعه شاب تعين قريب كان له أربع شهور فقط لغير الشاب ده زكي وبيفهم ولكن بيتأخر في أخذ القرار بينشكك يا ترى صح والغلط فبيصلي وربنا بيرشده بس بيتأخر شوية فتأخر شوية في أخذ القرار الرئيس بتاعه زعل منه جدا وصار من تصرفه ده وجه قدام الشركة كلها وعد يزعق فيه ويشتمه ويبهدله قال له ته ما تنفعش واعد يشتم يشتم فيه إيه اللي عملته ده وزي اتأخرت كده وانت كده بتأخر الشغل وانت وانت واعد يزعق ويشتم لدرجة أنه حسه العالي ده جمع الناس كلها ونور دي جت والمدير بتاعها الأجنابي واقف كان بيشرب الشاي ساعتها وبص لقى يعني كلام يعني طريقته صعبة بس هو مش فاهم ما عرفش عربي فبعد ما خلص زعي الراجل ده سأل الراجل اللي بتشتغل معاه نور قال لها إيه اللي بيحصل إيه اللي بيقوله ده أنا مش فاهم قالت له هو بيوبخه بشدة وبيشتمه عشان اتأخر فيه أخذ القرار بس الحقيقة كان شديد زيادة يعني الراجل قال لها لأ ده صعب ما يصحش يكون فيه عنف بالطريقة ديا وقالت له طب هتعمل ايه رئيس نور ده ده الرئيس الكبير اللي ممكن يعمل أي حد مع أي حد مع أي واحد يعني قال لها لا أنا مش هتصرف أنا قريت كتب كتير عن الأديان كلها وأمنت إن فيه قوة بتحرك الدنيا والقوة دي سموها ربنا سموها أي حاجة ولكن هي قوة موجودة وأنا باستنى شوف القوة دي هتعمل ايه وده بيخليني إيماني يزيد بهذه القوة فأنا باستني وهمش أعمل حاجة وده أنا عملته قبل كده عشان أنا لازم أتأكد القوة دي بتعمل حاجة ولا لا سكت البنت نور وعدت تصلي وطبعا شخط البهدل تعب جدا جدا ولكن هو بتاع ربنا وقاعد يصلي ومرت الأيام وفات حوالي شهر على البهدلة دي وكان فيه اجتماع ونور دي بتعرض موضوع ريزنتيشن يعني قدام اللي قاعدين خلصته لقت المدير بتاعها الأجنابي اللي بعافش عربي ده كهجرش ولا تعال تعال نده لها وقتها من قدها لا تعال مشت معا فقالت له ايه خير قال لها القوة اللي قلتلك عليه هديا اللي بتسموها ربنا اشتغلت وكان مبسوط قوي قلت له اشتغلت ايه لحصل قال لها الشخص ده اللي هو الظلم اللي كان ما قاله أربع تشهر بقاله خمس تشهر دلوقت الرجل ده مظلوم والقوة دي اللي هي ربنا بلو ربنا اشتغل قلت له ازاي يعني قال لها الموظف ده قابل في قاعدة كان فيها احد الرؤساء الكبار اللي اكبر مني من الادارة العليا ده شاف كان قاعد ولقى الشخص ده قال فكرة اقترحها فكرة للنهوض بالشركة المقعدين قالوا الفكرة دي كويسة قوي واستحسنوها واخدوا الفكرة وبدأوا يطبقوها وبدأت تجيب مكاسب كبيرة للشركة قالوا ده فتحت خير ده خير كتير اول حيجلنا واتبسطوا جدا من الشاب ده وقالوا نرقيه ومن كترة عجبهم به شالوا الرئيس بتاعه وبدوه قسم تاني وعملوه هو الرئيس للقسم ده قالوا ده 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 مقر مش عادي ازاي يعرف فكرة زي كده وينهض بالشركة كلها بتاعتنا ده 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 رجل مش عادي بتقال لها شفتي ربنا قلت له ايوه ايوه ربنا فعلا عمل قال لها بس مش كفاية قلت له ليه ما خلاص بها ربنا عمل قال لها لا لازم ربنا يبين قوته اكتر من كده وبعدين بس حصل حاجة ايه الرجل اللي هو من هيئة العليا ده في الشركة قال له كده مبسوط قال له مبسوط اه قال له ولكن الرجل اللي ظلمك ده ده وصل لنا ان هو ظلمك رئيسك ده انا قلناه في قسمة تاني انت يعني خلاص مستريح قال له مستريح بس يعني برضه لسه ما زادش فيه شوية كده ضيق ان انا جاي لصغر نفس لما بهدلني بعنف قال له تحب نعمل فيه ايه تحب نرفده من الشركة تحب نشغله تحت ايدك تبقى انت اللقيس عليه وهو اللي تحت ايدك تحب ايه اللي انت هتقوله احنا هنمشيه قال له يا كفيني هذا انا مش عايز حاجة تاني ما تعملش حاجة انت كده قعدت الثقة لي انا وانا خلاص مستريح وحاسن ربنا معايا وانا مش هممني باللي حصل ده الله يسمحه طبعا الراجل البسط جدا من الثقة بتاعته في نفسه ومن هدوءه ومن التكاله على ربنا وقاله خلاص انت صروة وكنز للشركة بتاعتنا انت فعلا نهضت بيها وحتنهض بيها على طول وطبعا شكر ربنا جدا الشخص ده اللي تبهدل ده والبهدلة اتعويت الى ترقية والى ثقة زائدة من الرؤساء ليه فالتفت الى صلاة عبدك وإلى تضرعه أيها الرب إلهي واسمع الصراخة والصلاة التي يصليها عبدك أمامك اليوم القصة بتاعتنا بتقول ان الراجل ده بيصلي ومن وصلة الصلاة بتاعته حولت البهدلة الى ترقية وإلى شكر والاعتزاز وثقة به في الشركة وحاس ان هو مصدر صروة للشركة وكنز عظيم بينتهد بالشركة كلها عشان كده الموضوع محتاج نهتم بالصلاة نواصل الصلاة ما تهتمش لما يحصل لك بيقة ديقة هتعدي والصفد الواسق من ربنا سمعك التدريب بتاعنا الاسبوع ده هو مواصلة الصلاة عشان تتمتع بعمر الله العجيب الذي يفوق كل عقل لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر